اكد الكنسول البريطاني العام السابق في مدينة الكدس المحتلة فينسنت فين انه من الخطأ تسمية صفقة القرن بالخطة لانها فرض للامر الواقع اعدت بالاتفاق بين جاريد كوشنير ونتينياهو واوضح فين انه غير متفاجئ من موقف القيادة السياسية الفلسطينية الرفضة للتفاوض لان الصفقة مخطط احادي الجانب للضم والاستيلاء على الاراضي واشار الى ان الاسوأ من ذلك هو ان المخطط يحاول المساسة بكرامة الفلسطينيين ويتضمن الغاء الحدود بين فلسطين والاردن وقال الكنسول البريطاني العام السابق ان نتينياهو يسعى الى افراغ حل الدولتين من مضمونه من خلال مخطط الضم الاسرائيلي لاراضي فلسطينية وشدد على انه من المهم للدول التي تدعي انها مؤمنة بالحقوق المتساوية وانها مؤمنة بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ان تترجم ذلك على الارض